لكن دكتور عسلي محور في لادلفة هدف اسرائيلي جديد قديم في حرب غزة جديد قديم وموقع استراتيجي الحق معانت محور في لادلفة ولا صلاح الدين يتسمى تحط في معاهدات كام ديفت معانت هو اللي تحط منطقة عازلة على الحدود المصرية وقطاع غزة يمتد على طول 14 كم ونص من البحر المتوسط حتى لاخر الحدود مع قطاع غزة ويقولوا يتعداوا منه الأنفاق أنا كما قال الدكتور رفع طبيب معانت شنو التموقع عن طاع مصر من هذي كل معانت فاكانات معانت إسرائيل بتبني فاكنة عسكرية بالإسمنت المصلح على حدودها على حدود مصر ومنه كان ديف اللي مازلنا نحترمه فيه اللي مازلنا نحكيه فيه هذي كل يلزمنا نشوفوه هو معانتها الكائن المحتل حطنوا نقطة من اللول خاطر يعرف ومصر رفضته دهو تغيير الواقع الميداني معانتها ومعب الرفح ومحور صلاح الدين ولا فلادلفية أنا جوب رفان عايتولو محور صلاح الدين خير من فلادلفية خاطر فلادلفية كل ما مش تعنا هذي دونك هذي كل كله في تغيير الواقع الميداني نتنياهو حطتها خطة من اللول يحب ياخو موقع فلادلفية ويحب ياخذو إدارة معبر رفح كيما قلنا هو يبدأ من البحر المتوسط على طول الاربعتار شوفه في معبر واحد اخر اسمه ابو سلم هذي هذي على طول الاربعتار كيلومتر معانت فما تهديد تهديد جدي للجمهورية العربية المصرية بيش تحط معانت فاكن عسكرية على حدود تاحة مع عبد عامل مع معاد السلام ومتفاهمين البلاسة هذيك بيش تكون عازلة ومنطقة غير غير عسكرية وما فيهاش ما فيهاش السلاح كيما قال دكتور رفع طبيب فما تكتيك اسرائيلي ملكيان معانت واضح نحبوا نشلوا معانت بيلادالي في الحدود مع غزة ومصر الحدود ما بين لبنان وسوريا معانت هذي هيا رو في الاخر نفك لك أركم نعطيك شحريتكم نخليك شداف على روحك معانت حبس يحبوا عايشوهم فيه سجن سجن مراقب عسكريا برغيا وبحرا وجوا وبرا الكل مراقب ولي هذا نتساءلوا وين نستنى ونستنى وفي جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية نقولوها كيكا جامعة الدول العربية فماشي ما ياخدوا بوزيسيون على خاطر كام دايره دكتور يقولي الله يرحمك اي اي وهذا الكل راه في حرب تموقع قبل نتائش الانتخابات الامريكية كل واحد يلزموا ياخدوا الموقع خاطر بش تصير فترة راهو نتاع المابين اللي معانت الحاكم النازل والصاعد شكون بش يكون بش يفهم فراغ سياسي وبش يولي سي شسمه الرئيس داو نتاع الولايات المتحدة بايدا الامريكية في حل من الالتزامات السياسية وينجم هو صهيوني معانت هو استعرف بيه رو ما نيش لن يسبيه لحد شاي هو مستعرف بيه هو زي الخارجية تاعه معانتها بيمكن يعطيهم ديزافونتاج وبش يزيدوا يعملوا يغيروا الواقع الميداني والسياسي هو تموقع عسكري لغايات سياسية وليشل الدول العربية معانتها المجاوضة لإسرائيل واضح دكتور نمشي الجنوب لبنان دكتور رفاة التبيب وغارات لا تتوقف على جنوب لبنان الغارات الإسرائيلية فما تصعيد فالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان حزب الله يتصدى لمحاولات تسلل إسرائيلية وفي المقابل يومبرك أكثر من تسعين صاروخ من حزب الله في اتجاه العمق الإسرائيلي أولين الساعة نذكر اللي لسبوع القادم الفيت قلت المعاش نحكيه على آرون معناها هوكشتاين ومعناها في صدق المقولة ونسيناها معناها التوى السيد هذه إن شاء الله تويرجع ده بعد 4 و 5 أشهر نعاود نحكيه معنا مرة أخرى وذي كان معناها جزء من تقطيع الوقت ونعرفوا اللي توى الرئيس بايدن مش يصبح بطع عرجاء يعني معناها الجمشي عمل حاجة كبيرة في المدى القادم ولكن عندما بدأت أستاذتي بكري قلت أنه معناها إسرائيل بدأت في إنشاء هذه المنجزات الخارسانية على الحدود مع مصر فأنه ذلك يبشر أن الحرب قد تتوقف في المدى القادم لأنه لا يمكن في هذا الوضع اللي لازم تكون هناك عندك حرية الحركة والمناورة أنك تقوم تبني حاجات غير متحركة يعني أنه يبدو أن الحرب شارفت على نهايتها لماذا؟ أولني أنه بنك الأهداف أنتهاء وأستاذي أنت صحيح كلمة اللي قلت لتوى معنا قاعد يعمل في غارات تعالش قاعد يكسر تول ما نهى الجيش السويوني في لا هو يعمل في غارات لأنه قاعد يسحب في الألوية صحيح وسحب الألوية يزم فما تغطي جوية صحيح فهو يغطي جويا بالغارات ليسحب الألوية وسحب اليوم ثلاثة ألوية صحيح وأكثر من ذلك قاعد يضرب عنها في المنازل اللي هو يعتبرها قد تكون نهار مناهرات هي مناطق الرصد لدي المقاومة وبالتالي واضح كيشف أنه إسرائيل لم يعد لها بنك أهداف يعني الفترة التي كانت لها فيها نجاحات كبيرة على المستوى الاستخباراتي عندما تم اختراق البنى الحائل بألحاظنة للمقاومة هذه هي الفترة انتهت اليوم وأصبحت وراءنا وعادت اليوم المقاومة إلى هذا العمل السري هذه القدرة على المناورة داخل المناطق الصعبة وخاصة منطقة الجبال وغيرها من المناطق الأخرى لأنه يبدو أنه اليوم حزب الله ما عادت يضرب من الجنوب اللبناني أصبحت يضرب من البقاء الشرقي أصبحت يضرب حتى من الهرمل يعني من شمال لبنان ضيف لذلك هذا الكل أنه لم يتحدث معناها الجيش الإسرائيلي في المدى الأخيرة عن أي نوع من أنواع الاختراقات الميدانية يوسيدا راه ما تخلش إلى منطقة الخيام وبل انسحب منها وسحب كل المقاطف في تلك الفترة في تلك المنطقة لسبب بسيط أنه لم يتمكن من التقدم نحو هذه الربوة وهذا اندل على شيء فإنما يدل أن هذه المعركة اليوم اتخذت شكلا جديدا وستكون حرب مواقع أي أنه سيتم القصف من هذه الجهة أو الأخرى وتقطيع الوقت حتى ينكشف الخيط الأسود في الخيط الأبيض ونعلم من سيكون الرئيس ومن ستكون الموقف السياسي للرئيس أنا البارح تبعت أخر الكلمات السياسية للمترشحين كانت كاميلا ريس موجودة في ميشيغان يعني في الحاظر العربية ثلاثة أربعة بالمئة الذين يمكن أن يقلبوا الوضع وميشيغان هي ومعقل بايدن كذلك وهي أي موقف أين كانت معقل بايدن أي صحي وليه ما هي معنى مع الديموقراطية لكن أصبحت من الولايات المتأرجحة المرة همية لأنه بايدن راهوا الرئاسة متاحه كانت كارثية لأنه خسروا وليته صحي لك هاش قلت لك كانت معقل بايدن لأنه أول خسائر بايدن كانت ميشيغان وميشيغان هي اللي كانت الأساس اللي كما لهاريس اليوم هي المرشحة الديمقراطيين وكأنه فما رسالة من هذا إنهم عارفة أنتم كنتوا من أسباب الترشح وأكثر من ذلك هذا الكلام اللي قالته البارح محاولة إيجاد هذا التوازن على الأقل داخل عقل أمريكا ليس داخل عقل متاعنا يبدو أن هناك نوع من أنواع عادة نظر في كل السياسة العامة تجاه إسرائيل بالنسبة لترامب يبدو أن هناك نوع من أنواع الإعادة الراديكالية للنظر في مسألة العلاقة بإسرائيل يعني أنه بالنسبة لهو نعم الحماية إسرائيل الدفاع على حقه للخير ولكن ليس مع هذا النيتانياهو يعني هناك نوع من أنواع الإشارات التي جاءت من الرئيسي معناها من المترشحين من الرئاسة أنه نيتانياهو لن يكون جزءا من المستقبل على الأقل القريب في إسرائيل ضيفا ذلك كلكم سمعتوا البارح التصريحات لقيادات الحرس الثوري معناها الإيراني ويبدو أنه الضربة قادمة في معناها في تاريخ معناها قريب جدا ويبدو أنه هذه الضربات قد تكون لها علاقة هذه المرة ليس بالمناطق التي انطلقت منها الهجمات على إيران بقدر ما هي رسالة أنه لا يمكن مواصلة الحرب بهذه الطريقة ضد المقاومتين اللبنانية والفلسطينية دكتور سليماتي أنا يظل يرهو العقل الصهيوني يخمم ليه فيش قاعد يعمل معنات عنده أهداف واضحة يحب شفت التكتيكة المستوطنات اللي عملوه في الضفة الغربية يخليك تتناقش على عطاولة المفاوضات على المستوطنات اللي عندهم تفكير اللي عندهم حسوا بال قلب المعادلة وفم عبادة ويصنعوا في السلاح وكذا ينتاعهم ويمثلوا تهديد شنو اللي عملوه تهو خطة جنرالات في الشمال القتاع جباليا الصامد إلى حد اليوم حطوا خذيه وقالوا يلزمنا ستة أشهر القتاع جباليا معنات يحب مخيم جباليا يحبوا ينزفوه قد وقد الأرض دونك الشمال بش يعزلوه يردوه منطقة عسكرية عازلة محور فيلادلفيا بش يحطوا فيه فاكنة عسكرية قتاع غزة شمال وجنوبا محروس معتش نجم يتبدل فيه بش تدخل انت معهم في مفاوضات واللي تتفاوض على هذيك على شسمه على حسار جباليا ومحور صلاح الدين وعلى مخيم جباليا جنوب لبنان يحبوا حاصروه زادة بالستة المعابر الوفيسيال معنات الرسمية مع الحدود السورية والغير رسمي والحصار الجوي ومعناتها سبعتاش صفر واحد معدل معدل بش يولي لوبنان تحت الويساية الاسرائيلية معناتها توا الحزب الديموقراطي بش يفوز ولا الجمهوري في أمريكا ما ثماش اختلاف بنسبة لنا بش تكون نفس السياسة نفس الدعم بلوتو للكيان المحتل اما السياسات تتبدل وحود كيفاش يقوله مديري شوية وحود معناتها كيمة نتانياه وكيمة دي سايرتوه على خاتر على خاتر يجبنا نذكر الاشتياحات الاشتياحات تعلبنان ولا نطع فلسطين رأوا صاروا معزوز الأحزاب سماحا كالسوات الديموقراطيين ولا جمهوريين اشتياحات لبنان والحروبات تعلب غزة والانتفاضة اللولة والثانية صاروا مع الحزبين جمهوري او ديموقراطي صحيح معهد السلام ياسع عرفاتو واسحاق رابين تعملت في عهد بيل كلينتون الحزب الديموقراطي ما هذا روم يقول حد شيء خطر صار قبل الاشتياح في وقت بوش وصار في وقت ريجن وصار في وقت بيل كلينتون صاروا اشتياحات معنتها نفس السياسة الخارجية دعم اعطيني انت من اللي تعمل الكيان من عام ثمانية واربعين قرار أممي واحد يدين هذا الكيان اللي يكسر القرارات الكل اللي تدين هذا الكيان الولايات المتحد معنتها اللي نحكيو فيه ديموقراطي او جمهوري راهو حكاية فارغة انفان مش حكاية فارغة يمكن شوية تعديل من الاهداف الاهداف رغم بش يقعدوا هما بيدهم معنت نصف حزب الله ونصف حركة حماس اللي هما اهداف حطهم نتنياهو من الاول حرب قال نحبوا ننتهيوا مع حزب الله نحبوا ننتهيوا مع حماس اما هو انساء اللي هذي هي فكرة انتع مقاومة انتع شعب محتل عمرو ما وبش يهبت يديه وبش يقعد يقاوم هي مسألة حياة او موت واضح واضح